السلام عليكم ورحبكم معي من جديد الوصفة اليوم ستكون عبارة عن سلو او صفوف كيف تحضر كمية اللي ستكون في المتناول يعني ليس كمية اللي ستكون كثيرة و لا تستطيع تزعم عليها كيف تحضر كمية اللي قليلة لتزعم عليها وكذلك سوف نقوم بتحضير كمية كثيرة كيف تضب المقادير بلما نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجوه نتفقد كمية اللي ستكون بفرجوه ونبدأ على بركة الله سوف نحتاجة ربعة الكووس عن باية الدقيق 400 غرام دقيق بالنسبة للدقيق انا استعملت دقيق القمح الكامل ممكن استعملوا أي نوع دقيق ممكن استعملوا دقيق الأويض انا استعملت كما قلت لكم دقيق القمح الكامل غربلته زودت من خلال اللي ستكون فيه نحمرها على مقلع النار إذا كانت كمية أفضل فأنا نحمرها في الفران هنا يحرك باستمرار نحرك باستمرار نحركه حتى يدهب اللون ونجعله برد ونجعله برد ونجعله باقي المرحل نقوم باجة القطعة بالنسبة لدينا 500 كولد و نقوم باستمرار تعمل على الجزئ لدينا صغير ونجعل الجزئ ايضاً تحركوا تماماً لنمية مفيكة مفيدة نجعل رائع اخطاتو مكتوب من المحكومة في وقت لن يبردون من الضوء نغسل المشكل جيد لن نحيض من الضوء نغسل المشكل جيد ثم نغسل المشكل نضع مقلع على النار و نحمره لتحمره جيد نظر الوز و نرى الدخل والدهب نغسل المشكل جيد ثم نضع المشكل جيد نضع المشكل جيد و نسمع المشكل جيد و نستخدم نصف الكمية و نشكلها جانبا و نظر الوز و نتخلها جانبا و نكيبها و يعودنا نضح المشكل جيد حتى نضع الوز سوف ينطحنه جيدا حتى يرجع عندي بحل أملو أو بخاليني هنا ممكن أن تفعل هذه الطريقة في أي طحانة عندكم غير مهم أن يكون اللوز سخون سوف تبقى ونطحنه بحلقة وحبسه وتهبطوا الجناب وتعودوا ونطحنه مرة أخرى سوف تفعل هذه العملية قريبا ثلاثة حتى ربعا مرات لكي يبدأ اللوز يطلق لكم الزيت سوف تفعل هذه النتيجة التي أردنا سوف تردون أن اللوز سوف ينطح لنا بحل أملو أو بخاليني سوف نحتفظه جانبا ونطحنه لكي نكمل المراحل هنا في نفس المقلة سوف نضع 500 جرام سنجلان أو سمسم لكي يكون منقي ومغسل من قبل ومنشف هنا يكدروا عن المقلة لكم سوف تحمره بنفس طريقة التي حمرنا بها اللوز يعني سوف نحرك فيه حتى يدهب اللوز أو حتى يدهب اللوز لأنه أصلا يدهب غير هي الطريقة لكي تعرفوا أنه تحمر انا نسيت من صورتها لكم في عالي فيديو تأخذوا الحبات للنجلان تأخذوهم بين سبعة كم و تفركوهم يعني تلك الفركة التي تأخذو لهم يبقى الدخل لهم ليس تحمر أو إلا باقي بيض إذا أخذو بيض سوف يجعله باقي تحمر إذا أخذو مرعم حمر سوف تحبسو هنا يأخذو زنجلان باقي سخون يجعله في الطحنة و تضحنه بنفس طريقة التي تحنا بها اللوز كان يرمشون يعني الطحنة اللوغة كان يرمشون فيها كان يأخذو نصف الكيمية و نصف الباقي كان يتحنوا بهذه الشكل يعني في كل مرة كان يتحنوا كان يهبطوا الجناب و كان يبدأوا نتحنوا حتى يتلق لنا الزيت يعني نفس طريقة التي تحنوا مع اللوز إذا استعملتوا الدقيق الكامل فمن الأفضل أنكم تتحنوه لكي لا يبقى هكاية مرمل يعني نضحنوا واحد شوية في الطحنة حتى يرجع لكم مرطب شوية إذا كنت تبغيوا هكاية احرجوا كما هو و نأخذ نفس المقلة نديرها على النار و نجعلها تسخن جيدا و نضع فيها الحبوب الشمر أو النافع هنا بالنسبة للنافع من قبل يعني نضعه في المقلة يجب أن يكون سخنة و نحركه في هذه الطريقة و يجب أن تتحمر غيب السخنية لا تشعلوا على الأعافية لأنه إذا تحرق ستطلق لكم المرورة في السفوف أو السلو يعني من الأفضل أن تتحمر بها و غير في الصهد المقلة يجب أن يأخذ اللون مذهب و خغيف المقلة التي تكون سخنة يجب أن تتحمر لكم من بعد نضحنوه في هذه الطريقة و من بعد نضحنوه و نستعملوه في السفوف نضحن نفس طريقة مع حبة حلوة حتى نضحن المقلة و نضحن المقلة و نضحن المقلة و نضحن المقلة هنا سوف نحتاج الكأس عنب الزبدة مدوبة من الأفضل يجب أن تستعملوا الزبدة التي تكون النوع جيد لا تستعملوا الزبدة حيوانية نضحن الزبدة حتى يتحرق السائل تستعملوا زيت الزبدة و زيت الزبدة من بعد نضحن 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 مقلة ثلاثة الحبات المسكة حرة نضحن العلقة صغيرة و نضحن المسكة الحرة حتى نضحن المسكة حرة و نضحن الأسفة المسكة حتى نضحن المسكة من أفضل المسكة و نضحن المسكة لأن الكيميائي نقليل لن تكتر المسكة هنا يوجد الزبدة و نستعملها سوف نضحن المسكة ثم نضحن ثم نضحن المسكة كميائي تستعمل وضع اللوز مع اللوز البخاليني وضع الزنجلان مع الزنجلان وخلط المكونات ثم نخلط المكونات جيد ثم نضيف الزبدة tutaj ثم نخلط نحن الزبدة نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة وسven tomtype سأحكون الزبدة تلوص الكيمية في الكيمية يجب أن تكون كمية جيدة وضعها في عجانة لا يحتاج إلى أن نضعها في عجانة لنضعها جيدة كلما تدعك تلك المكونات جيدة يتعلق سلوه يجب أن تكون جيدة لن تضع كمية جيدة سوف تدعي المكونات على جوج أو 3 تضع نصف كيلو ديال لوز تضع نصف كيلو ديال لوز تضع نصف كيلو ديال لوز كيلو ديال الزنجلان 300 جرم طيقة تضع نصف كيفية جوجة وحبتي لسليم ستضع السكر بودرة ستضع كووس ستضع كووس ستضع نصف كن كده أخبرك أكثر اليوم ستضع يمكن أن تقدموه في هذا الشكل يمكن أن تقوم بطبق كبير و تزينه باللوز يكون مقلي يعني الطريقة التقديم كتبقى اختياري و كتبقى على حسب الرغبة بالنسبة للسله لا نحكمه على المدى قديله في اليوم الذي نخلطه فيه دي ما نجعله يباتي يترقد مزيان عاد باش نضوقه و نعرفه و وجهنا مزيان هنا وصلنا لآخر الفيديو نتمنى تعجبكم الوصفة او طريقتي في تحديل السفوف التي جاءت معكم اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة